طلع المجلس الثوري المصري قال لك والله انا عندي طريقة تانية كويسة اسمها العسيان المدري حيو انا مبسوط جدا ان المجلس الثوري كمجلس سياسة للمفروض ده مجلس ايه بيضم سياسي ايه يبدأ يتحرك يعني على فكرة هذا كلام من صاميم قلبي انا كنت محضره مبارح معنى ايه معنى ان السفارة بتاعت نعتز مطر حركت او جعلت هناك مجال اخر للتنفيذ فهم من اعلامي الى ايه الى ناس بيقولوا ان احنا سياسيين هناك ده انا غير صح ولا لا وبالتالي بدأنا نشاهد حراك لازم كلنا نشارك فيه فانت عزيز مشاهد اهد دلوقتي بتقول لي هو انا اعمل ايه يعني اروح اصفر ولا اروح مع المجلس الثوري في العسيان المدني دي امور محتاجة شغل سياسي يعني ايه اسيان مدني يعني ايه اسيان مدني يعني ايه الخروج بمجموعات قليلة والشخبطة على الحيط انت شايف انها ملهاش لازمة لا هي ليها لازمة طبعا ليها لازمة لانها بتعيد في الزاكرة حفر حروف ثورة خمسة عشرين يناير بس انت اسيان مدني يعني المصالح الحكومية تقف والقطاع الخاص والمحلات والبيع الجائلين وطرق الموصلات وسائل ده كله ده انت كده صعبتها على الناس يا زوبعة ده كله صعبته بس ده مش كلامنا ده كلام المجلس الايه الثورة طب بيبدأ ازاي بيبدأ زي الناس بتقدميات والشرقية واحد والله بيجي لك يقولك ادفع ضريبة تدفع ضريبة ليه ما ندافع بيفرض عليك جباية مش هعملها اقفلها ليه بقى على انه ليه ده مهم ليك لانه حضرتك في لحظة ما هتدفع مرة هيدفعك تاني وتالت وزارة الكهرباء المصرية مثلا بتاعت السيسي دفعت الناس فواتير بالغلط وبعدنات لهم اقسين والله احنا غزب عنينا والله العظيم المصحب غزب عندي لهم طيب مين يرجعك لو رحت القضاء القضاء مش شغال ما انت عارف عطلان من ايه من 3-7 القضاء مش شغال صح مين هنصفك يعني انا لقى لو رحت بفاتورة للقضاء الإداري وقلت لك القضاء يا إداري انا رفع عدية على الدولة دي عشان خالت مني فلوس زيادة باعتراف الوزير ده هيتقبض عليها صح ولا أنا غالطان يبقى انا ليه ادفع من الاساس ما تخليه هو اللي يجري وراي ما تخليه هو اللي يرفع عليها ادوية وارروح للقضاء ده نموذج بسيط ده الـ disobedience الـ disobedience اللي هو الاسيان رفض الاوامر والتعليمات ده فكرة حلوة كتا بسيطة ممكن تطبق المجلس الثوري قالك لا والله في حاجة تانية كمان كويسة قاطع منتجات عبد الفتاح السيسي وقاطع السيسي عنده شركة عنده عنده عسكر والشرطة عندها عسكر وبيقتله الناس تقدر تعمل ايه انت في الحكاية ده مش جارولي ترفع يفتا وتمشي تقول قاطع قاطع زي باطل اللي كان في الفيلم لا 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 مش جارولي مش جارولي انت تعمل كده ولا ترفع يفتا ولا محتاج حد يقول ده حضرتك بتلاقي الكشك بتاع الفراغ بتاع القوات المسلحة الفراغ المعفنة اللي جاي من برازيل والمضروبة ما تشيلش منها تقول لي ما هي ازوء باع الفرخة بخمسين جنيه وده بيباحها بخمسين جنيه والله يا استاذ هتصل في الخمسين دول خمس تلاف لانك هيجيلك سلمونيلا وبلاؤي كتير خالص اي شعار ده الكلام برضو بتاع المجلس الثوري اي شعار اي صورة اي محل حاطت صورة عفتاح السيسي انت ما انتش مجبر انك تروح تايه تشتري منه مش ضروري ولا بقولك روح تشتري من عند محل فيه مرسي او حط رئيس مرسي ابدا لانه انت عارف ان دي عقوبة ودي انت ما تروح تشتري يعني مش تبقى ماشي كده وقال لك ايه ايه ايوح المواطن لازم تشتري من هنا انا عارف اللي انا بقوله ده هيعمل حاجة هيخلي السيسي حط صوره على كل الحاجات على فكرة وهيؤمر بنشر صوره في كل مكان انا عارف لانه بصرف كرد فعلي لكن انت في النهاية في حراك الميكروب لما بيخش الجسم يا جماعة وما بتلاقيش اي من ضدات حيوية في الجسم بيريح ده بيعمل حاجة اسوأ من كده بياخد الخلايا اللي داخل الجسم ويسرطنها هو انه فيه خلايا عادية بتشتغل عادي زي النظام الالهي الموجود بتبطل تشتغل شغلها بتقوم تتعطل فتتحول الى خلايا غير عادية فتزيد هذه الخلايا وهي ماشية في الدم الجسم ومتعرفش عليها امتى بتبقى سليم؟ لما اول الخلايا اللي هي بازل دي الجسم لازم يتخلص منه وساعات الجسم يرسل مضاداته الحيوية حول الميكروب حردتك مثلا ده خلك ميكروب هنا في اسبوعك بيحصل ايه؟ دمل الدمل ده حاجة حلوة مش واشة عارف ليه؟ لانه ما سمحش للميكروب يخش جوه هو دمل كده حبايا وبعدين دمل وتروح للجراح يفتحه بيطلع الصديد والحاجات دي صح ولا لا لانه الجسم والشكر والنعمة لله عمل ايه؟ هاجم الميكروب حصلت معركة كبيرة فيه جرح ايه وفيه قلم ايه ما فيش كلام لكن فيه تغيير انه الحمد لله بدل الميكروب ما يخش جوه الدم ويعمل لك التهاب وتسمم دموي لا الحمد لله المضادات تحت الجسم شغالة الافكار اللي طلقت دي هي افكار لتنشيط المضادات الحيوية داخل الجسم مش بالضرورة كلها تجيب نتيجة النهاردة بس ممكن تجيب نتيجة بكرة وبعد 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 ويجيب ألم ووجع عند الراجل الميكروب الوعش اللي اسمه الانقلاب لان ده ميكروب ضخم جدا وصعب جدا ولما بيتوغل ما بيسيبش حاجة قدامه العصيان المدني حاجة من الحاجات المهمة جدا تقول لي هيخسر الاقتصاد أبدا مين قال كده لقد ضغطت سطرات الصفراء على ماكرون وحضرتك وانا قلنا الكلام ده ودعوه أكبروه على أن يغير قراراته وإنه يعدل من طلباته ودخلوا إلى الشارع أيوة صحيح عملوا حريق عملوا شعر بايه منعوا بس يجبون ثابته حد كان فيه ألم وفيه خسارة بس فيه مكسب على المدى البقيد أن ماكرون ما يبقاش واحد متوحش ومتوغل برأس ماليته الغبية اللي هو بيعملها وبالتالي الناس بدأت تتحرك فيه ناس هتتعور فيه ناس راحة الإسام فيه ناس هتتحكم عليها بس في النهاية قرار إزلال الشعب والمعاشات والناس دي لا ما يتعملش مش حاجة اسمها أنك تستخدم سلطتك تضر طبقة من طبقات المجتمع العصيان المدني والمقاطعة سلاح مهم زي بالزبط سلاح السفارة زي بالزبط سلاح البلونة زي بالزبط الكتابة على الجدرات زي بالزبط الكتابة على الجناهات ده حق مشروع يا جماعة